موسيقى لكم التحية في كل مكان بلدنا حلوة حنمشي دونغولا ونعود ويحكيه ما تحمله الجزيرة من مشهد للجمال على صفحة النيل حيث الوجهة هذه المرة إلى جزيرة مروارتي إحدى جزر الولاية الشمالية اكتسبت أهمية تاريخية وجغرافية اختلفت الروايات حول نشأتها لكنها جزيرة قديمة تحمل الكثير من العراقة الممتجة في أجيال ساكنيها يقول أهلها إن الجزيرة تعني لهم الملهمة والمرجع لارتباطهم لها مكانة خاصة في القلب والودان الجزيرة شكلت واحدة من أهم المناطق السياحية بالولاية الشمالية يقصدها السياح من كافة أنحاء العالم لكونها تحمل بين جنباتها التاريخ والسياحة والجمال إنسان هذه الجزيرة معروف بكرم الضيافة وحبه الشديد للضيف دون ما تميز فحينما يكون الحديث عن الجزر خاصة جزيرة مروارتي فذلك يعني عند أهلها ومن ارتبطوا بها مزيجا ما بين العرفان بجميل الأوطان والبوحي بأسرار ما بها من الجمال وطبيعة الأشياء التي ما تزال تحتفظ بألقها وعراقتها إلى اليوم صورة أخرى من صور المجتمعة الريفية فالحياة في هذه الجزيرة بالذات تمضي على وتيرة من البساطة والهدوء فالناس وكأنهم من كانوا على ظهرها منذ آلاف السنين تحتفظ الأجيال بذات الموروث ونفس تلكم العادة القديمة مع الاحتفاظ بجمال بيئتها ونظافة طرقاتها وجمال أهلها ومن حولها جمال الطبيعة جزيرة مروارتي من الجزر البتاغة على الشمال مدينة طنغلة حوالي 42 كيلو في تجاه الشمالي وهو من الجزر الجميلة جدا السحرة جدا اللي ما مستغلة من ناحية سياحية شأن شأن كثير من الجزر والمناطق السياحية الموجودة من ابتداد الولايات الشمالية من أمر ليه حلفة ويمكن المناظر الخلابة والسياحة النيلية ومسألة الصيد البري والرمال البلي الحاجة كثيرة جدا والعادات والفولكلور والتراثة الموجود في الجزر يعني غنية جدا بموارد السياحية هائلة جدا لكن هي غير مستغلة يمكن كان قائشان مسألة الطريق والكبار والكهرباء والمعينات التي توصل السياح إلى السودان لكن الحمد لله رب العالمين الآن في الطريق اللي ارتبط مع مصر في الكبار في الطرق في الكهرباء في جميع المعينات اللي ممكن تخلي جزيرة مروارد وأي جزيرة ثانية هي منطقة سياحية جازبة جدا الأسر الممتدة على تاريخ هذه الجزيرة هي في عرف هؤلاء معروفة ومحفوظة لذا فالناس هم الناس تتشابه الملامح وترتبط العادات والتقاليد بنظام الحياة والمعيشة بما يجمع الناس من الأفراح والأتعح وحينها تتجلى مروأة الجزيرة جزيرة مروارد أو جزيرة المروأة ما تزال المناسبة بها وعلى اختلافها تؤدى بالاتفاق جزيرة المروأة هذه هي في نظر القادمين إليها من الأسقاع البعيدة والقريبة تمثل قمة أشواقهم في الاستمتاع بأجمل ما تكون عليه الطبيعة ويكون عليه مجتمع يهب الناس أصدق تعبير من الحب والوفاء والعرفان فهنا الإعجاب بكنوز المنطقة وقيمها وعلى رأسها الإنسان فباتت على حالها مقصداً ومزاراً من الناس على اختلاف الأجناس والأماكن تحمل هي الأخرى ما يجعلها صورة للتباهي والافتخار من الخير والجمال والطبيعة أحمد هلالي لبرنامج كاميرا الشروق عن ولاية الشمالية جزيرة مراوارتي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر